المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها في لحظة أقليمية ودولية حاسمة سباق تصريحات غربية حول الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة وواشنطن تتصدر الحراكة إعلاميا هل هي مناورة جديدة للالتفاف على حق المقاومة بالرد في رسالة وضوح وحسم قآني لأسنوار الثأر لدم هنية واجب وإسرائيل المذعورة من رد محور المقاومة تصعد ميدانيا وإعلامها يقر بتلقيها ضربة قاضية في الحرب النفسية هل تخضع لواقع الساحات بين الوساطة والشراكة بزخم عادت محاولات ضخ الحياة في المفاوضات حول غزة فبالنسبة إلى الأمريكي إسرائيل هذه المرة هي الخبر حراك سياسي تعويم إعلامي وتسريبات بالجملة فهل هي محاولات جدية لوقف جرائم حرب الإبادة أم هي خطة استباقية لنجدة خط الدفاع الأول عن المصالح الأمريكية في المنطقة في ذروة الغلايان الإقليمي يعود الحراك الأمريكي وبالتلميح إلى تحميل إيران تبعات أي رد تأتي التصريحات هي لعبة مزدوجة والدلائل على ذلك كثيرة الثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية واجب على إيران حاسمة وواضحة جاءت رسالة قائد قوة القدس العميد إسماعيل قآن إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماسي حي السنوار وبانتظار رد محور المقاومة مذعورة هي تل أبيب متأزمة سياسية نازفة اقتصاديا وعاجزة عسكريا متجمدة منذ عشرة أيام على خلفية الخوف وترقب الرد من إيران ومن حزب الله كما يقول إعلامها بالاستعراض تحاول إسرائيل شراء الوقت إلى خانيونس يعود رابع مرة جيش المراوحة وفي العودة ذاتها إقرار باقتدار مقاومة أتقلت قراءة العقل الإسرائيلي وبإمكانية التطوير الذاتي وابتكار وسائل جديدة في التصدي والاشتباك والمواجهة جنوبا وشمالا فارغة هي المستوطنات وفارغ هو رصيد الاحتلال والعين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة جبهة إسناد لا تهدى والخوف لدى الإسرائيليين أوسع من جغرافيا المواجهة المباشرة فالرد آت تقول وتؤكد وتكرر المقاومة والإقرار يأتي إسرائيليا من وزير الأمن السابق مشيعلون نفس جلوسنا متوترين هو جزء من رد الطرف الثاني مشاهدينا نستقبل في مسائية اليوم من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد القيق ومن طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد مرندي ومن واشنطن الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني للدراسات الاستراتيجية سيد ديفيد ديروش مساء الخير ضيوفي جميعا سأبدأ معك سيد ديروش مساء الخير ومباشرة البيان الثلاثي الأمريكي المصري القطري هل تراه فرصة جديدة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة أم يقع في إطار المناورة كما تقول الكثير من التحليلات والقراءات سراحة أعتقد أن ذلك يظهر إرادة واضحة ملادوني مصر القطر والأمريكية لتوصل واقفا لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب في غزة وعندما نرى أن ذلك قد صدر عن أطراف ثلاثة غير منخلطة في هذا النزاع أعتقد أن ذلك لن يفلح صراحة في نهاية المطاف فهي ربما مسألة رأي لكن إسرائيل لها حساباتها الخاصة وحمس لها حساباتها الخاصة ولا يكترثني كثيرا لرأي أمريكا أو مصر أو قطر طيب سيد ديفيد ديروش السؤال هنا ما هو الجديد حتى أعيد إطلاق العملية مرة أخرى بهذا الشكل عبر بيان ثلاثي تؤيده كثير من الدول والتحاد الأوروبي الأمم المتحدة دول العالم لكن على صعيد الاتفاق نفسه ما هو الجديد الآن يعني ما هو الاختراق قبل أيام كنا نتحدث عن مراوحة في موضوع الاتفاق هل من جديد يستدعي كل هذا الزخم الإعلامي حول العودة إلى الطاولة أعتقد أن ما نشهد عليه اليوم هو أننا أمام أطراف ثلاث قد انخرطت في مصوضات مطولة تحت الطاولة عندما تحصل أمور من هذا النوع عادة بشأن مسألة حساسة بقدر المسألة الأمنية في خضم حرب هي أن الهاجس الأساسي هو أن تبقى المفاوضات سرية بالتالي الأطراف عندما تشارك في تسير المفاوضات بين حماس وإسرائيل بنظر لأنها قررت الآن أن تخرج علنا ببيان حول ما تريد له أن يحدث من دون إشراك حماس وإسرائيل فذلك يدل بنسبة إلي أن هذه الأطراف المتفاوضات تشعر أن الطرفين الأساسيين المعنيين لا يتفاوضان بطريق قتلات مستقية وهم بحاجة إلى دفعة للأمام هو أمر غير معتاد عادة في إطار مفاوضات في خضم حرب أن يخرج المفاوضون من دون الأطراف الأساسية المعنية إلى العالم بالتالي يعني تلك أن الطرفين الأساسيين لابد دواء أن يبتعدا عن التشبث بالأراء المتصلبة طيب أنتقل إلى بقية الضيوف وأرجو أن تبقى معي سيد ديفيد ديروش دكتور محمد مارندي البيان الثلاثي يشار إليه أو بعض التحليلات بعض الآراء ومنها آراء سياسية تقول بأن هذا البيان صدر من أجل فرملة التصعيد الإيراني والرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران بمعنى أن إيران في هذه اللحظة أصبحت مكبلة لأنها إذا صعدت دول العالم ستقول والولايات المتحدة والوسطى إيران أجهضت نجاح الاتفاق سوف يقومون بمعاقبة الإسرائيل سوف يقومون بمعاقبة الإسرائيل الكيان الإسرائيلي في سبيل منع هذا الكيان من الإقدام على عمل المماثل في المستقبل لقد رأينا ذلك في الماضي القريب عندما قامت إسرائيل بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق وبطبيعة الحال حاول الغربيون منع إصدار إدانة من قبل الأمم المتحدة بحق الكيان الإسرائيلي وبطبيعة الحال هذه الدول الغربية تسمح لإسرائيل بالقيام ما يحلو لها من الأمور التي تعد انتهاكاً للقوانين الدولية نحن نتحدث عن السماح للسجانين الإسرائيليين باختصاب السجناء الفلسطينيين عندما نرى أن الغرب يدعم هذه الممارسات وهذه التصرفات هذا يعني أن الإيرانيين لن يقوموا بالسكوت وهم لن يثقوا بالغرب وهم أيضاً لن يتركوا مصيرهم مربوطاً بالغرب لكي يقوم بضبط إسرائيل بنفسه إذن عندما قامت أو عندما قام الكيان الإسرائيلي بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق قامت إيران بالرد في سبيل منع ضربات مستقبلية أو مماثلة واليوم بعدما حصل على الأراضي الإيرانية أعلنت إيران أنها سوف تقوم بالرد وأن هذا الرد سوف يكون أكثر شدة ويتوجب على هذا الرد أن يوصل رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أن اختيال هني لم يكن ذا قيمة لكن دكتور محمد كيف يمكن أن ترد إيران في هذه اللحظة يعني منطق الأمور يقول أن إيران سوف تؤجل حتى ولو كانت مصممة على معاقبة إسرائيل بسبب اختيال الشهيد إسماعيل نية على أراضيها إلا أنها منطقياً دبلوماسياً سوف تؤجل هذا الرد إلى ما بعد الخامس عشر من أهب ولمعرفة مسار المفاوضات لأن أي رد الآن سوف وقالت المتحدثون باسم البيت الأبيض قالوا على إيران عدم التصعيد لأن هذا سيؤثر في المفاوضات سيحملون إيران مسؤولية أفشال المفاوضات سيحملونها مسؤولية استمرار الحرب كيف ستتعامل إيران في هذه الحالة إيران لا تعترف أو تقر بهذه المطالبات وهذه المواقف التي يدل بها الطرف الأمريكي إن الاعتداء على طهران لا غير مرتبط أبداً بمصاري المفاوضات وإذا ما قبل الكيان الإسرائيلي بمطالبات المقاومة لسيما حماس فإن وقفة لقنار سوف يحصل وهذا أمر غير مرتبط بما قام به الكيان الصهوني في طهران ما قام به هذا الكيان هو يعد انتهاكاً لسيادة إيران يعد ضربة على مضيف للحكومة الإيرانية مضيف رسمي يتم بطبيعة الحال استيضافة دبلوماسيين ووزراء ورؤساء فيه هناك أشخاص آخرون كانوا يقتنون في نفس المبنى وينزلون ضيوفاً في نفس المبنى عندما حصل هذا الاعتداء إن هذا الاعتداء ضرب شرف إيران وسيادتها وهو غير مرتبط بمصار المفاوضات التي سوف يصل إلى وقف إطلاق النار إن الإسرائيليين سوف يقبلون بإتفاق وقف إطلاق النار وهذا أمر مرتبط بمطالبات حماس وفصائل المقاومة ولكن هذا أمر أي مصار المفاوضات مرتبط بخسارة إسرائيل للحرب أما ما حصل في إيران فأن هذا أمر مختلف تماماً وإذا ما نظرنا إلى الموضوع بصورة شاملة فسوف نعي هذه التفاصيل نعم أستاذ محمد القيخ الآن مصدر خاص يصرح الميادين هذا التصريح كان قبل قليل حماس يقول المصدر حماس لا ترى في البيان الثلاثي بأنه يشكل أرضية صلبة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حماس لا ترى في البيان الثلاثي أنه يشكل أرضية صلبة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما معنى هذا الكلام أستاذ محمد نعم هذا الذي جئنا للقول فيه من خلال هذا البيان أن نستطيع القول أن حماس تقول أن معادلة التضليل الأمريكية انتهت وأن ما يجري هو فقط محاولة لنقطتين يعني نضمون البيان هذا فقط لنقطتين النقطة الأولى كي يضغط قيادة حماس لتجري مشاورات داخلية وتؤدي وتقود إلى معلومات أمنية حول مكان السنوار والقيادة الأسكرية وهذا تكرر في انصيرات وساعدت أمريكا فيها على كل أحوال في انصيرات ومن خلال الممر المائي التي دخلت منه القوات الخاصة الإسرائيلية النقطة الثانية هي محاولة لجعل إيران المذنبة خلال الأيام القادمة حتى 15 شهر وبالتالي تحاول أمريكا أن تنقل كل التوقيت بتوقيتها وهذا لا يمكن وغير معقول لا بالقراءة الميدانية ولا بالقراءة السياسية وضيفك من إيران كان واضح جدا وحديثه واضح وملخص لا يمكن أن ترتبط المسارات ببعضها هذا يضاف له ما تحدث به الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حينما قال جبهة الإسنات في الجنوب ستبقى مستمرة لأن العدوان على غزة مستمر أما حدث في الضاحية فهذا رده في معياره وفي توقيته وفي آلياته التي نراها وهذا يسمى في المعادلة طيب هنا أستاذ محمد أنت تقول وكثيرون طبعا يقولون بأن هذه خدعة أمريكي هذا تضليل أمريكي وأن أمريكا لا تريد أن تصل لوقف اطلاق النار لكن تريد أن تضبط التصعيد وأن تفرمل إيران أو تحرجها لكن نفس الكلام نسمعه في إسرائيل سيموتريتش كذلك يقول هذه خدعة ويقول بأن على إسرائيل لا تذهب إلى هذه الخدعة ولا توافق على وقف اطلاق النار ولا ترسل فريق تفاوض لأن هذا فخ نصبوه لنا لنوقف الحرب الطرفان يقولون أن هذه خدعة وهذا فخ أيضا هذا يحتاج إلى تفسير نعم لا يمكن المقارنة بحديث سيموتريتش الدائم الإنكار مع الوقاع الموجودة الذي يريد أن يتحدث عن 15 أغسطس لا يرسل F-22 للمنطقة لا يرسل البوارج للمنطقة الذي يتحدث عن ذلك لا يرسل الدعم العسكري الهائل الإسرائيلي الأسلسة الأمريكية وهذا أريد أن أربط في موضوع 14 نيسان والرد الإيراني حينما قصفت القنصلية خرج نفس البيان الأمريكي وطبعا هناك هالة إعلامية تقوم فورا كالببغاء رئاسة دول عديدة بتأييد البيان حتى أن السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة نزل بيان رسمي من الرئاسة الفلسطينية يقول على حماسة توقع على المقترح بايدن هذا أمر جدا يؤكد لك أن الوقائع عكس ما يجري في الإعلام أنظر إلى الميدان اليوم في غزة المجال ستتصاعد الاغتيالات في لبنان تتصاعد إذن ما هي الدلائل؟ فقط هناك تضليل إعلامي تمارسه أمريكا من خلال هكذا بيانات لتضبط الساعة بتوقيتها حتى يتساعد لها ترتيب المنطقة على حساباتها ولا يوجد في جندتها لا وقف عدوان على غزة حتى أن بينكن قال أننا قدمنا لإسرائيل تعهدات مكتوبة أنه في المرحلة الثانية من الهدمة إذا استضمت الأمور في نقاط سيئة لكم الحق في العودة للحرب هذا بحب طيب اسمحني أيضا أعرض بعض القراءات حول ما نتناقش حوله بخصوص البيان الثلاثي ثم أعود مرة أخرى لأسمع رأي ضيوفي مشاهدين بيان ثلاثي أمريكي مصري قطري يعيد مفاوضات وقف إطلاق النار إلى سكتها مجددا في خضم الترقب للرد من إيران وحزب الله على إسرائيل البيان جاء ليدق ناقوس الخطر فإما التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإما أن يكون خطر الحرب الإقليمية آتيا لا محالة وقد حدد الوسطى الخميس المقبل موعدا لاستئناف التفاوض في الدوحة أو القاهرة مع التشديد على ضرورة إنهاء معاناة سكان القطاع والأسرى وعائلاتهم فهل نحن أمام خديعة أمريكية إسرائيلية جديدة لإفساح المجال أمام نتنياهو لمزيد من الإبادة في غزة بعد عشرة أشهر مستمرة منها ما يثير الريبة هو إعلان جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في خان يونس خطوة أعقبت البيانة الثلاثية بساعات قليلة لتؤكد فرضية الخديعة ولكن هل ستنتظر طهران ومحور المقاومة أسبوع آخر لمعرفة ما ستأتي به قمة يوم الخميس انطلاقا من فهمهم بأن رد قاسيا الآن سوف تتخذه واشنطن وتل أبيب ذريعة لاتهام المحور بإحباط التوصل إلى اتفاق وسائل إعلام الاحتلال نقلت إعلان مكتب رئيس الوزراء ترحيبه بالبيان على الفور ويمكن لنتنياهو تمرير أي صفقة بحكم أن لديه أغلبية في الحكومة لكن سيموتريتش وبن كفير يهددان بحلها إن جرى ذلك نتنياهو لم يخاطر من قبل سياسيا فهل سيفعل ذلك الآن؟ ولا سيما أن سيموتريتش حذر نتنياهو في بيان من الوقوع فيما وصفه بالفخ ومن الموافقة على التراجع في وقت نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى أنه لا اختراق بعد في الاتصالات للتوصل إلى صفقة سيد ديفيد ديروش أتوجه إليك مباشرة يعني ضيفي من رامالله المتحدث السابق الأستاذ محمد قلّل كثيرا من أهمية هذا البيان وهناك أيضا وهنا يطرح سؤال مهم إذا كان هناك قرار دولي من مجلس الأمن أعلى سلطة سياسية في العالم يقول يجب وقف اطلاق النار في غزة وهناك كذلك قرار من محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قانونية في العالم تقول يجب وقف اطلاق النار في غزة هنا يبدو الحديث عن بيان يعني من حق ضيفي أو آخرين يقولون ما جدواه إذا كانت هناك مؤسسات دولية تقول يجب وقف اطلاق النار فلماذا يكون بيان ثلاثي له كل هذه الأهمية الآن أن وقف النار لم يحدث والحرب مستمرة الضيف من رمال قد أثر نقطة صعبة وأنا أتمنى له كل توفيق لدي الكثير من ذكرية طيبة في رمال على كل حد أعتقد أننا نتحدث اليوم عن طرفين في حالة متحاربة نتحدث عن طرفين لا طرف واحد وبنسبة إلى كل طرف يرى أنه في حضم صراع للبقاء وبالتالي البيانات التي قد تصدر عن محافل دولية وحتى عن جهات حليفة تعمل كوسيط تعتبرها وربما تؤثر في الدعم الذي يحطى عليه هذا الطرف الذكاء البدى البعيد لكان مدى القصير موقف حماس واضح وهو أنه لا يمكن أن تخلي عن الرهائن فإن تخلت حماس عن الرهائن هذا سيسمح لإسرائيل بالتدخل والقضاء على حماس بصورة كاملة وبنسبة إلى إسرائيل في حال وافقة الوقفة لإطلاق النار من دون استعادة كل الرهائن وتدمير البنى العسكرية لحماس ستنهمر من جديد الصواريخ على إسرائيل في غضون السابع وليس أشهر بالتالي في نهاية المطاف أتى طورات مثيرة الاهتمام ولكن أعتقد أن الطرفين المعنيين لهما قدرة على مواصلة القتال في الواقع من دون أي دعم خارجي وهما على الأرجح سيعمداني إلى هذا القتال وهذه مسألة بالطبع تعني المؤرخين في المستقبل لك عن مستوى ديناميكيات الأمنية بالنسبة إلى حماس وإسرائيل يبدو أن الطرفين غير راغبين بوقف لإطلاق النار حاليا بغد النظر عن رغبة الأطراف الأخرى سيد ديفيد ديروش هناك رغبة أمريكية معلنة تحدث عنها الرئيس بايدن كامالا هاريس وزير الخارجية تحدثوا حتى خلال زيارة نتانياهو لواشنطن بأن هناك رغبة لوقف الحرب وأن هناك وقف لوقف القتال أن هناك ضرورة لوقف القتال أو وقف إطلاق النار كما يتم التصريح علانية لكن هناك انطباع أيضا يحتاج إلى تفسير سيد ديفيد ديروش مستوى التصعيد الذي قام به نتانياهو جاء بعد مغادرته واشنطن مباشرة ما أعطى انطباع بأن الإدارة الأمريكية قالت يجب أن توقف الحرب وتذهب إلى الصفقة لكنها بنفس الوقت أعطته الضوء الأخضر للتصعيد وتنفيذ اغتيالات هل فعلا نتانياهو حصل على الضوء الأخضر في واشنطن أم أنه خالف واختلف ما سمعه خلال زيارته صراحة كنتولي أتفاجأ لو حصلت لك بداية واشنطن لا تعتبر أن اغتيالها نياك أمر مفيد أو له منفع بالنسبة لي أتفاجأ لو كانت أمريكا علم مسبق بهذا الأمر بالنسبة إلى إسرائيل لديها قائمة بأشخاص تريد اغتيالهم وعندما تكون الفرصة سانحة تستغل ذلك مثل قتل ضباط الحرس الثوري في دمشق هذا يندرجو في هذه الخناوة الأمر السيئة بالنسبة إلى القائد شكرا عندما كان في زيارتنا عائلية في بيروت والأمر السيئة بالنسبة إلى هنية لكن الأهم من ذلك بالنسبة لي هو أن إسرائيل لم تكن رغبة بتأجيش الوضع تماما في المنطقة تحديدا على مستوى الأنظمة السونية الأساسية مثل ما قد يحصل إذا ما كانت لتقتل هنية في قطر لذلك أعتقد أنه من الأفضل لها أن تقتل هنية عندما كان في إيران وأعتقد أن ذلك أتى كمفاجأة حتى بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية التي تعتبر أن هذا الأمر شكل تطورا غير مفيد طيب دكتور محمد برندي الآن أيضا في أساطيل أمريكية حاملات طائرات طائرات F-22 جاءت إلى المنطقة بهدف معلن وهو حماية إسرائيل من أي هجمات عليها من إيران في هذه الحالة دكتور محمد برندي ما هي جدوى الرد العسكري إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتصدى له بنفسها مع مجموعة من الدول كما حصل بعد الرد على القنصلية وبنفس الوقت ما الذي يضمن لطهران أن لا تذهب الأمور إلى حرب شاملة إيران قالت رسميا أنها لا تريدها بداية نريد أن أشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وافقت وسماحت لإسرائيل القيام باعتداءاتها إن كان في بيروت حيث ضربت مبنى سكنيا وأدى ذلك إلى مقتل المدنيين وأيضا إلى اغتيال السيد هنية في طهران وإلا لما كان الإسرائيليون قد قاموا بهذه العمليات إضافة إلى ذلك فإن الإدارة الأمريكية تقوم بتزويد إسرائيل بالدعم المالي والعسكري والاستخباري وبطبيعة الحال كما تعلمون أن الصفارات الأمريكية تقوم بجمع الاستخبارات اللازمة لمصلحة إسرائيل لأن إسرائيل لا تمتلك هذه القدرات حول العالم وأن هذه الاستخبارات هي من سمحت لإسرائيل بالقيام بهذا الاعتداء وهذه الضربة وأن أمريكا هي الممكنة الأولى لإسرائيل وهي أيضا التي تقوم بتبرير إذن هذه الأفعال غير الشرعية وغير القانونية عندما تقوم إسرائيل بارتكابها إذن كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية حتى ما بعد اغتيال إسماعيل هني رفضت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بانتقاد هذا الفعل أو أيضا الإدان به وأن المتحدثين باسم الإدارة والبيت الأبيض لم يقروا بحق إيران بأدفاع عن نفسها وأنه بطبيعة الحال هذا أمر مستغرب أما فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل فأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الوحيدة على هذا المستوى هناك إذن قواعد كما تعلمون لأمريكا في تركيا في الخليج هذه القواعد سوف تستنفر هناك أيضا دول أخرى في المنطقة قامت بمساعدة أمريكا في الضربة الأخيرة مثل الأردن وغيرها هناك دول أوروبية أيضا ساهمت إذن سوف يكون هناك اتلاف يجمع عددا من الدول والأطراف حول العالم الذي بطبيعة الحال سوف يقوم بالدفاع عن إسرائيل هذا الكيان المختص بالقاتل للأطفال ولكن في نيسان أبريل الماضي يتوجب علينا أن لا ننسى السياق الذي كان موجودا حينها الولايات المتحدة الأمريكية حينها أنفقت مئات الملايين ربما لدفاع عن إسرائيل وللتصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية وأن نظم الدفاع هذه الذي تم استخدامها أيضا استنزفت الإيرانيون اليوم يقومون بجمع الاستخبارات فيما يتعلق بقدرات إسرائيل وقدرات أمريكا وأن هذه الصواريخ التي سوف يتم استخدامها هذه الصواريخ صواريخ الأرض جو وأيضا النظم الدفاعية غالية الثمن وهي مكلفة بالنسبة للأطراف الذين سوف يقومون باستخدامها واستنزافها وإيران أيضا سوف تقوم باستخدام أو أن الكلفة غير متوازية لأن إيران لن تقوم بتحمل كلفة كبيرة خلال هذا الاعتداء أما كلفة الدفاع وكلفة اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات التي سوف تطلقها إيران أكبر بكثير أن هذه المسيرات وأيضا الصواريخ سوف تؤدي إلى تأثير كبير وضرر كبير على الأراضي الإسرائيلية وأن ذلك سوف يكون موجع وإذا ما قامت إسرائيل بالضرب أو بالرد على هذا الانتقام أو هذا الرد فإن إيران سوف تقوم بالرد والاعتداء مرة أخرى على إسرائيل في سبيل الانتقام لهذا التوسيع وبيطبيعة الحال أن الهدف من عملية الانتقام هذه وعلمية الرد هذه ومنع إسرائيل من أن توسع نطاق هذه الحرب ومن أن تقوم بهذه الاعتداءات مجددا ومن تقوم بانتهاك القوانين الدولية مجددا سيد دكتور محمد بارندي دكتور محمد في وسط في وسط في وسط هذا الآن إذا في الساعات الماضية في الساعات المقبلة عفوا وفي الأيام المقبلة وصولا لخمسة عشر الشهر الخمس عشر من آن هو الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية والوسطاء لاجتماع يتعلق بوقف النار إذا ما تم التواصل الاتفاق في هذا التاريخ لوقف النار إيران ألن تعيد حساباته فيما يتعلق بالرد؟ لا هذا الأمر غير مرتبط أبدا بالرد الإيراني كما كنت أقول في نهاية مدخلة الأخيرة إذا ما لم تقم إيران بمعاقبة الكيان الإسرائيلي فأن الكيان الإسرائيلي سوف يقوم بضرب إيران مجددا في نيسان أبريل الماضي ما قامت به إيران كانت عملية محدودة كانت ضربة محدودة جدا سمحت لحلفاء إسرائيل بمساعدتها وأيضا أوصلت رسالة إلى هؤلاء مفدها أن إيران لا تريد توسيع نطق الحرب ولكن قامت إسرائيل بالضرب مجددا وهذا يعني أن الرسالة التي كانت إيران حاولت أن توصلها لم تكن كافية ربما لم تفشل ولكنها لم تكن كافية لأنه لشهرين تقريبا الإسرائيليين كانوا يضبطون أنفسهم ولكن بعد ذلك قامت إسرائيل بالاعتداء مرة أخرى ربما ضيفكم من الولايات المتحدة الأمريكية يضحك ولكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نظاما يقوم باختصاب السجناء وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالدفاع عن هؤلاء المختصبين على العلن طيب قبل أن أذهب إلى الأستاذ محمد وبالأذن منه أستاذ محمد فقط أريد أن أسأل سيد ديفيد ديروش مسألة حدود الحماية الأمريكية لإسرائيل ما هي حدود هذه الحماية الولايات المتحدة قالت ملتزمون بحماية إسرائيل لكن لم تقل حتى الآن ملتزمون بمهاجمة إيران أو الذهاب بعيدا في حرب شاملة والصدام العسكري مع إيران على خلفية إسرائيل لأن المشهد هنا في الشرق الأوسط سيد ديفيد ديروش أن هناك شخص اسمه نتنياهو يقتل ويدمر يرتكب اغتيالات يتجاوز الخطوط الحمراء ثم يختفي خلف واشنطن لتحميه من الانتقام ومن الهجمات إلى أي حد يمكن أن يستمر ذلك بداية أسمح لي فقط أن أوضح بأنني كنت أتبسم وذلك لأنه بذلة لسان قال أنه إن اعتداءت 13 من نسان أبريل قد أغفقت وهي المرة أولى التي يقول ذلك وأعتبر ذلك مسهليا أعذراً 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 صديقي أتحدث الإنجليزية وأعرف تماماً ما قلت أعيد تشغيل الحلقة لو سمحتم وستسمعون ما قلته لا بأس ذلة لسان لا تنتقص منك شيئاً لا بأس طيب لن نتوقف لم أقاتعك لن نتوقف على كل حال يمكن لكم أن تعودوا الاطلاع على الحلقة لن نتوقف عن ذلك سيد ديفيد ديروش أكمل حسناً سأعود إلى إجابتي بكل حال نعرف طبعاً أن بعد ما حصل من اعتداء إرهابية بحق إسرائيل في سابق من أكتوبة تشهد الأول قرأت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوموا بالدفاع عنها وبالطبع شاهدنا بعد تلك بعد تزايد المعاناة الإنسانية كيف أن الموقف الأمريكي اختلف إلى حد أن أمريكا بدأت تدعو إلى وقف لإطلاق النار لكن الفارق الأساسي هو أن التزام أمريكا واضح بشأن حماية إسرائيل من أي هجمات خارجية خارج الأراضي التي تقع خلف حدود إسرائيل لعام 1949 بعد 1999 وهذا يشمل لبنان إيران سوريا واليمن وهذا التزام بقي ثابتاً وقد عرفنا منذ بدايات العلاقات المعاصرة مع إسرائيل واقعاً هو أن حتى حرب 67 الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دعم عسكري لإسرائيل ولكن بعد ذلك كان هناك دوماً تساؤلات حول القدر الذي نحن مستعدون لتقديبه من دعم لإسرائيل عندما قامت إسرائيل بجتيح لبنان عام 1982 بعد فتوصماء أمريكا لم تدعم هذا الاجتياح ونعرف وقت ذاك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بإخراج مسؤولين منظمة تحرير فلسطينية من بيروت وعندما قامت إسرائيل بشأن هجوم على منظمة تحرير فلسطينية في تونس كذلك لم تدعم أمريكا هذه الفعلة وكثرت كذلك الأسئلة أو المناسبات التي لم تدعم أمريكا فيها إسرائيل بالتالي قدرة أمريكا ستكون محدودة بالدفاع عن إسرائيل في ظل هجمات تتأتى مباشرة من جنب إيران وكذلك الوكالة الإيرانيين من العراقي سوريا ولبنان واليمن ومعظم هذه الجهات تستخدمها الأسلحة الإيرانية وفي حال كان هناك هجوم مباشرة من جانب مثلا لبنان أو سوريا أو اليمن أعتقد أن الإسرائيل ستعتمد على مواردها الخاصة وتبرز المسألة الأخرى قد ذكرها الضيف لابد أن نتحدث عنها بالنسبة إلى أنظمة الدفاع الجوية التي استثمتها أمريكا في أبريل نيسان كانت بمواطمها أنظمة دفاع جوية بحرية لم تستخدم في إطار الحرب في أوكرانيا وكذلك أنظمة ردع أرضية إسرائيلية لم تستخدم في إكرانيا أمريكا دولة عظمى ويمكن لها بالطبع أن تكرس الكثير من قواتها في هذه المنطقة وتلك وعندما نقارن بين القوات الأمريكية وقوات الإيرانية لا يمكن لنا بكل بساطة أن نقول أن من مقارنة قائمة هنا ولكن كما قال ضيفك ما حصل بكل بساطة هو فشل إيراني سوف نعرض قبل أن نعود إلى النقاش هذه المشاهد التي عرضها حرس الثورة في إيران هي مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى لرصد سفن عسكرية أمريكية في مضيق هرمز تتابع هذه الصور التي تعرضها أو تعرضها قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران لمشاهد رصد القوات العسكرية الإيرانية سفن عسكرية أمريكية وإسبانية في مضيق هرمز هذه المشاهد نقلا عن وكالة مهر للأنباء الإيرانية إذن هذه هي المشاهد توجه مباشرة بعد عرض هذه المشاهد إلى الأستاذ محمد كيف تابعت الحوار أستاذ محمد حول مسألة الرد وهنا في شيء مفصلي أيضا فيما يجري الزخم الذي أعطي ليوم 15 أب وللبيان الثلاثي الأمريكي القطري المصري هو زخم قد يأخذ طبعا إيجابيا أنه في محاولة لإلزام الأطراف وإسرائيل بالتوقيع لكن ماذا لو فشل ذلك يعني الآن لو أن وصلنا لاجتماع 15 ثم قال نتنياه لن أوقع سأستمر في الحرب كما قال في المرات السابقة كيف سيكون المشهد في غزة وفي المنطقة نعم قبل أن كيف سيكون المشهد علي أن أقول صديق ديفيد أنت عدلت إملائيا أو سخوا ما تحدث به الدكتور في إيران ولكن دعني أعدل لك تاريخ وهو أهم من السقطة الغوية صديقي لا يجوز أن تغفل الدعم الأمريكي لإسرائيل الـ 48 والـ 67 ليسوا بحاجة لدعم لأن الجيوش لقدامهم كان ضعيفي في 73 يجب أن تتذكر التاريخ جيدا وقول دمائير حينما فتح الجسر الجو الأمريكي لها بالدعم بكل أنواع السلاح حتى يتسنى لهم أودة بعض من الهيئة لكن في 73 و 67 أستاذ محمد كان في دعم سوفيتي للجوش العربي أيضا في مقابل دعم الأمريكي لإسرائيل نعم وعشان هيك حبيت أذكر 73 وأروح فورا على 2023 أكتوبر رأينا الدبابات والطائرات الأمريكية وهي تنزل وتدعم إسرائيل في المطارات الإسرائيلية فقط ضد الفلسطينيين فيعني الحرب والقنابل زنة الألفين رطل اللي قتلت الأطفال والنساء في غزة لا يمكن لك ديفيد أن تنكرها لا يمكن لك أن تغير الحقائق هلأ أمريكا عظمى أمريكا ضعيفة أمريكا قوية هذا ليس شأني شأني أتحدث في حقائق تاريخية بالعودة إلى 15 أغسطس ما جرى هو مرتبط بالنظرية بايدن وعلى فكرة هنا خلينا نذكر في نظرية بايدن التي تتكرر إسرائيل وجدت لتبقى لم يقل لا للحق الفلسطيني ولم يقل للدولة الفلسطينية حتى أن أبو مازن طلب منه وأنت تعرف جيدا شخصية أبو مازن وبرغماتية أبو مازن رئيس السلطة طلب منه قال له نريد الدولة فقط حينما انتخب بايدن فقال له بايدن في كنيسة المهد قال له سيد المسيح يحلك الدولة لا يوجد دولة فلسطينية هذا قالها ليس للسنوار وليس لياسر عرفات الذي اتهم بأنه إرهابي هو قالها لمحمود عباس الذي كل يقول أنه أكثر واحد سلمي في الساحة الفلسطينية إذن النظرية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية نظرية ظالمة وبالتالي لا يوجد ثقة لا يوجد سور ثقة لهذا الموضوع هذا يأتي بالقول على 15 أغسطس ما هي الدلائل ما هي المعطيات بيد أمريكا إذا قبل قليل مسؤول أمريكي يتحدث ويقول هناك أربع أو خمس نقاط لا حل لها طيب ماذا في الأفق إذن هذا يعطيني إشارة واضحة على أن الذي يجري هو شراء وقت مجاني ومحاولة لإحراج إيران وكأن إيران إذا صار وقف اطلاق النار في غزة ليس لها الحق في الرد على الانتهاك لسيادتها أو ليس لحق لحزب الله على انتهاك سيادته هذا قمة المسخرة السياسية النقطة المهمة هنا أن 15 أغسطس هذا يعطيني إشارة من حديث المسؤول الأمريكي أن هناك نقاط خلافية أن المفاوضات ستبدأ مفاوضات ثم مفاوضات ثم مفاوضات وهذا يعودني إلى ما قاله بيرس لربين حينما سأله رابين لماذا نفاوض في أوسنو فقال له وعدني الأمريكي أن نفاوض ثم نفاوض ثم نفاوض ولا نعطي شيء وهذا أمر مقلق جدا خاصة وأن أمريكا أعطت الفيتو على الدولة الفلسطينية خاصة وأن أمريكا أعطت الفيتو على قرارات وففة طلاق النار التي أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن خاصة أن أمريكا استخدمت استخدام سيء للرصيف المائي في غزة ومدت القوات الخاصة الإسرائيلية بالدخول من خلاله الانصيرات الملق لدى الفلسطينيين هو متى تريد أمريكا تقرر أن تعود للقرارات الدولية على أقل تقدير أو تعطل الفلسطينيين حقهم إن أرادت النية الطيبة لكن هنا أستاذ محمد اسمح لي دائما الحديث عن أمريكا وانتقاد موقفها الثابت في السياسة الأمريكية في الاستراتيجية الأمريكية هو دعم إسرائيل هم يقولون هذا علنية وإذا كان نتنياهو وقف في الكونغرس وكل شيء قالوا كذب يعني كان كل ألقى كثير من الأكاذيب في جملة صادقة قالها نتنياهو قال لأمريكا وللمشرعين الأمريكيين نحن ندافع عنكم في الشرق الأوسط وعن مصالحكم في الشرق الأوسط وفي وجه أعدائكم في الشرق الأوسط وهذه جملة صحيحة هذه جملة حقيقية يعني أمريكا أمر طبيعي جدا لا ليس فيه أي شيء مستغرب أن تدعم إسرائيل هي الحليفة التي تمثل وتساعد المصالح الأمريكية في هذه المنطقة وهذا السؤال الآن يعني إذا ياسر عرفات الحائز على جائزة نوبل السلام ورئيس منظمة التحرير ورئيس المنتخب الفلسطيني خرجت الإدارة الأمريكية ضبليو بوش وقال يجب أن نغير السلطة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات وتم اغتيال ياسر عرفات وأزين منه الواجهة ولن يعطى حقا للفلسطينيين وليس فقط على القانون الدولي يعني على مستوى أوسلو لم يعطى ياسر عرفات هذا الحق طيب محمود عباس إلو معكم 16 سنين لم يعطى حق السؤال إلى الأمريكا وهذا سؤال لديفيد الآن متى ستعطي أمريكا الضوء الأخضر كي يعطى للفلسطينيين حقوقهم على مستوى القانون الدولي أو على مستوى أوسلو يعني أوسلو طبعا تعرف ديفيد أن أوسلو هي تقزيم لما أخذها في القانون الدولي للفلسطينيين وعالفاضي برعاية أمريكية ولم يعطى الفلسطيني لا دولة ولا سيادة ولا كرامة فقط إبادة وتهجير وخطة الضم خطة وافقة عليها دونالد ترامب نقل السفارة من تل أبيب بطريقة إليغل وانت تعرف جيدا نديفيد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس هذا تصرف من ترامب واضح قلنا أنه الديمقراطيين سيأتون يغيرون جاء بايدن وجاءت معه الإبادة الجماعية بقنابل 2000 رطل تطلق على الأطفال في غزة وهذا بشهادات مؤسسات دولية الإجابة هنا أين هي المشهدية الصادقة في البيانات الأمريكية وعدم التضليل أو بيع الوقت المجاني لإسرائيل كي نقول كفلسطينيين نحن بالفعل سننتظر الأمريكي في المفاوضات طيب سوف أعرض الآن مشاهدين في القسم الأخير من هذه الحلقة أيضا موضوع الرسالة التي أرسلها قائد حرس الثورة إلى يحيى السنوار الذي أصبح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكذلك التحركات الأمريكية والزيارات إلى إسرائيل والأهداف من ورائها رد كبير لا بل الأصح قولا هو ثأر لاغتيال الشهيد إسماعيل هاني هذا ما أكده قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قآني في رسالته لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وتقول رسالة قآني إن انتخاب السنوار خلفا لهنية أظهر أن حماس لم تتراجع عمام اغتيال أكبر مسؤولها السياسيين وأنها سلمت الرايا إلى من هو أكثر تأثيرا في الميدان وشدد قآني على أن طهران ستبقى إلى جانب فلسطين ومقاومتها حتى تحقيق النصر وفي مؤزاة ذلك وعلى قاعدة الخشية ما زالت تل أبيب ومعها واشنطن تترقبان رد إيران ومحور المقاومة فمسؤول القيادة المركزية للجيش الأمريكي مايكل كوريلا وصل إلى فلسطين المحتلة بالتزامن مع الإعلان عن نشر طائرات من نوع F-22 الأمريكية في المنطقة وأجر كوريلا مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هيرتسي هالليفي تقيما مشتركا للوضع في المنطقة وزار إحدى القواعد الجوية واطلع على التحضيرات المرتبطة بالرد الإيراني المرتقم الزيارة هذه تأتي على وقع حبس الأنفاس التي يعيشها الإسرائيليون بانتظار رد محور المقاومة انتظار دفع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى عقد جلسته تحت الأرض خوفا من استهدافه بناء لتقديرات إسرائيلية بشأن طبيعة الرد فيما قال خبراء إن قادة محور المقاومة قد انتصروا على إسرائيل بالضربة القاضية في مجال الحرب النفسية من خلال جعل تسعة ملايين إسرائيلي يعيشون الخوف والاكتئاب والهلع أما على الجبهة اللبنانية فاستمرت ضربات المقاومة الإسلامية للمواقع الإسرائيلية في عمق الشمال الفلسطيني المحتل وكان من أبرزها اليوم استهداف سرب من المسيرات الانقضاضية مركز قيادة الكتيبة الساحلية في ليمان دكتور محمد برندي أبدأ معك من رسالة إسماعيل قآني إلى يحيى السنوار ما هي دلالات هذه الرسالة في السياسة وفي هذه اللحظة أعتقد أن هذه الرسالة تظهر أن الاعتداء الإسرائيلي على طهران كان فاشلا وأن هذا الاعتداء خلق سياقا يسمح لإيران بمعاقبة إسرائيل على هذه الأفعال وأن هذا العقاب سوف يكون أكثر شدة وأكثر قوة من السابق وبطبيعة الحال عندما تحدثنا فيما سبق في السؤال الماضي عن الرد السابق وعن العملية السابقة عمليات الوعدة الصادق أنا كنت أعني أن رسالة الردعة التي كانت تريد إيران إرسالها لم تكن فعالة لأن إسرائيل قامت بالضرب مرة أخرى واليوم إن هذا الرد يجب أن يكون أكثر شدة ويتوجب علينا أيضا أن لا ننسى أن إسرائيل ليس حليفا لألبريات المتحدة الأمريكية اليوم أصبح إذن ثقلا على كاهل ألبريات المتحدة الأمريكية أن هذا النظام النظام الإسرائيلي يقوم باختصاب السجناء أمام أعين الملايين يقوم بقتل السجناء يقوم بذبح الأطفال والنساء هو يقوم باستهداف الأماكن السكنية وأيضا الإعلاميين وأماكن اللجوء إن هذه محرقة حاصلة أمام أعين الجميع نرى أطباء وصحفيين وأعلاميين يقتلون وأن صحيفة بريطانية كانت قد أكدت مؤخرا أن حصيلة الضحايا في غزة قد وصلت إلى قرابة 200 ألف شخص أن الأشخاص حول العالم اليوم يشاهدون هذه الأمور على شاشاتهم وهم يرون كذب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقيم وكل الإدعاءات السابقة انظروا إلى ما قالت صحيفة فينانشل تايمز مؤخرا قالت هذه الصحيفة أن الأشخاص حول العالم نسيما في الدول الإسلامية هم اليوم يقومون بمقاطعة البضائع الغربية والأمريكية والإسرائيلية وهذا بناء على ما قالته فينانشل تايمز وليس كلامي أنا ولذلك اليوم أن المجتمع الدولي أو العالم أجمع يرى ما تقوم به إسرائيل ويرى أن الغرب يقبل ويبرر هذه الأفعال وعندما نرى أن هذه الدول الغربية تقبل وتبرر بإذن هذه الارتكابات لسيما اختصاب السجناء الذي كان يعد فعلا مقبولا من قبل معظم الإسرائيليين هناك أيضا بعض التقارير التي أشرت إلى أن هناك فقط 5% من الإسرائيليين الذين رفضوا هذه الأفعال والآخرون أقروا أن هذه أفعال مقبولة إذن أن كل الدول الغربية اليوم تقبلوا بهذه الأفعال وفي الأمم المتحدة اليوم يتم إذن تبرير لأفعال إسرائيل وأن هذه الصورة قد كشفت هذه الكذيب قد كشفت اليوم وأن إسرائيل اليوم تبين أنها دولة تقوم بتدمير صورة الغرب وتدمير قيم الغرب ومزاعم الغرب التاريخية وكلما تستمر إسرائيل في هذه المساعي فأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تتمكن من انتقاد الصين وروسيا وأيضا الدول الأخرى وكوريا الشمالية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين الدولية لأن كل ما حصل في غزة كان مقبولا ومبررا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما تقول دكتور محمد مارندي سيد ديفيد ديروش ما يقول الدكتور مارندي مهم للغاية يتعلق بصورة الولايات المتحدة والدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط وهي الصورة التي حاولت إدارات أمريكية ترميمها بعد غزو العراق حرب العراق 2003 وفي مشاعر احتقان كبيرة لدى الشعوب العربية والإسلامية عندما ترى بأن الأطفال يتحولون أشلاء بقنابل أمريكية وبغطاء وحماية سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن الأمريكيين حسب بعض المعلومات اضطروا إلى أن يديروا وسائل الإعلام العربية بأنفسهم كي يحاولوا تغيير وجهة نظر الرأي العام حول ما يجري في غزة أصبحت هناك إدارات أمريكية لوسائل الإعلام العربية وتتبع لدول عربية الآن فقط من أجل موضوع الرأي العام والصورة على المستوى الاستراتيجي سيد ديفيد ديروش ألا تعتبر هذه خسارة كبيرة للمصالح الأمريكية في هذه المنطقة في كل مرة تنخرط فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو ينخرط فيها أحد حلفاء في نساء فذلك ينعكس سلبان على صورة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا عبء أن يتحمله أو تتحمله كل قوى عظمى وحيث أنه من الصعب أن نسيطر على كل وضع في العالم لقد سمعت الأمر نفسه كما قيل هذا المساء عن تصرفات مثلا عرفناها للسعوديين وحتى للمصريين في التمينات وحتى قوات السلبادور في كل تدخلات شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمر مثل للإهتمام بالطبع صورة الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي تتغير من منظور شعوب بلدان جنوب العالم ولكن نبقى الوجهة المفضلة بالنسبة إلى المنجرين من كل بلد من بلدان جنوب العالم والأهم كذلك من دولة كإيرانة وأنا شخص من لوس أنجلس وأستمتع كثيرا بالمطاعم الإيرانية الممتازة ولكن بالطبع نحن نستفيد من الحوار المنفتح هنا وإن كان يقول أن السياسة الأمريكية قد فشلت في هذا المجال أو ذلك ولا أريد أن أدافع بشكل أعمى عن أي سياسة أمريكية كما تفعل العظمات الأخرى لكن من خلال هذا الحوار المنفتح نعتمد على مصادر يمكن التحقق منها قال دكتور مراندي أن صحيفة مجالة بريطانية تحدثت عن 200 ألف شخص قضوا في غزة لابد أن نتعكد من هذه الأرقام لأنني أعيش في بلد متحرر أقول يمكن لنا أن نذهب لجوجل وأن نتقوم بالتحقق من هذه الأرقام وأن نتحقق من مصدقية هذه الأرقام لنرى من هو الصائب فيما يقول ومن هو المخضئ ونترك الحكم للمشاهد في نهاية المطاف هذا هو مدماكو النظام الأمريكي وهي طريقة العيش الأمريكي حيث نريد أن نحاول أصدقائنا ولكن لكل شيء حدود وفي نهاية المطاف نعرف أن كل طرف لابد أن نتخذ قراره أشخصي أملا بأن يكون ذلك بما يخدم مصلحته العليا وبما يخدم المصالح العليا للجميع ولكن عليهم من ذلك في بعض الأوقات يسعى الشركاء والحلفاء إلى أن يقوموا ببعض الأمور التي تتنافى مع موقفنا وقد يتطلب الأمر سنوات لوضع حد لهذه التصرفات سحب الأمر على السعودية على اليمن وعلى إسرائيل وغسان إدارة الأمريكية تتغير بالطبع ونعرف أن الأيام قد أظهرت أننا نشهد أحيانا على تبدل في السياسة حيث أننا نشهدنا على فطور بين الإدارة الأمريكية وبين إدارة باديمولة لذلك أثر في الأمل البعيد على تعديل المصار ولكن ليس على المدى القصير أختم معك أستاذ محمد القيخ من رام الله كيف ستكون الأمور في الأيام ما السيناريوهات المتوقعة ماذا تتوقع أن يحصل في الأيام المقبلة نحن مفترق طرق واضح هذا اتفاق حرب شاملة تصعيد دون مستوى الحرب وهذه هي تقريبا العنوين الرئيسية للمرحلة المقبلة أيهما ترجح باختصار التوقيت كان بتوقيت المقاومة الساعة بتوقيت المقاومة الأمريكي يريد أن يأقضي الساعة بتوقيته من خلال هذا الإعلان والبيان الشكلي الإعلامي على الأرض هناك تصعيد كبير تبريد الإعلامي لا زال سيد الموقف في محاولة لمنع حالة التحالف العربي ضد الممارسة الإسرائيلية والأمريكية وفي محاولة للعب على وتر الطائفية وأيضا في محاولة لبعزل الساحة هذا ما تسعى إليه أمريكا في الساحة الإعلامية والسياسية ولاحظتم اليوم الكندي دعم والبريطاني دعم وكأنه هناك مسلسل أو مسرحية النقطة الثانية في الميدان لا يمكن الحديث عن هدنة لا يمكن الحديث عن هدوء لأن الإسرائيلي لديه قرار ونيتنياهو لديه قرار البقاء في قطاع غزة والمقاومة تقول لا هدنة وتبادل أسرى إلا بخروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بالتالي الملف تصعيدي والإسرائيلي والأمريكي يحاولون شراء والتضليل انتهى الوقت كان الدكتور مارندي تريد أن تعلق انتهى الوقت لكن بسرعة دكتور إذا في ملاحظة سريعة نعم فقط أردت الإشارة إلى ثلاثة نقاط بداية عندما قال أو عندما تحدث الضيف عن قدرات إيران أعتقد أن قدرات حزب الله تفوق الأرقام التي تحدث عنها وليس قدرات إيران ثانيا فيما يتعلق بأرقام الضحايا أن هذه الأرقام تم تأكيدها وثالثا لا أعتقد أنه كان يتوجب الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة حرة بعد القابض على سكوت ريتر من قبل الـ FBI اسمح لي مسألة الضحايا مسألة لذكرته الصحيفة البريطانية هي تحدثت عن الضحايا المتضررين يعني جرحة وشهداء ومن دمر بيوتهم 200 ألف لأن أعداد القتل الرسمية هي تقريبا فوق الأربعين ألف الرسمية لم تصل إلى هذا الرقم لكن إذا كان المقصود المتضررون جرحة ومصابين ومن هدمت بيوتهم الرقم يصل إلى 200 ألف نعم كلا لا هذا التقرير تحدث عن الأشخاص الذين قتلوا الذين قتلوا بطريقة المباشرة وغير مباشرة وأنا كنت قد نشرت هذا التقرير على تويتر أيضا شكرا جزيلا لك وسوف أقوم بإعادة نشره مرة أخرى لأجلك شكرا دكتور محمد مرندي الخبير في أشؤون الاستراتيجية من طهران أستاذ محمد القيق الكاتب المحل السياسي من رامالله سيد ديفيد ديروش الأستاذ في جامعة دفاع الوطن للدراسات الاستراتيجية من واشنطن المسائي انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة